أشهد ممثل منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيساف في مصر جيرمي هوبكنز بإطلاق مصر استراتيجية جديدة بمشاركة الشباب لمواجهة التغيرات المناخية كما أشهد ممثل اليونيساف في مصر بزيادة الوعي في مصر بأهمية العمل بشأن تغير المناخ على الصعيدين المحلي والعالمي وأكد هوبكنز أن حلول يونيساف فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتي تم عرضها في مؤتمر المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ تتمثل في مشاركة الشباب والأطفال في المناقشة الفعالة مسمنا تعهد مصر بإدماج تغير المناخ في سياسات التنمية الوطنية وتحولها للأخضر عبر رؤية 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة كما أوضح المسؤول الأممي أن مشاركة يونيساف مصر في الدورة السابع والعشرين لقمة المناخ جاءت لضمان الاعتراف بأزمة المناخ على أنها أزمة للأطفال والنشأ والشباب وحقوقهم وتعزيز مناهق تقليل مخاطر المناخ لأولئك الأكثر احتياجا